اهلا بكم مشاهدين ونتوقف الآن عند مشروع النساء في السياسة مشروع تموله مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية ميبي الهدف من المشروع تنظيم ورش عمل وجلسات تدريبية من أجل تمكين المرأة من المشاركة بفعالية في الحياة السياسية وتم تنظيم هذا المشروع بالتعاون مع المركز العربي للتنمية ومنظمة نساء رائدات الغير حكومية التفاصيل في هذا التقرير لدراجة غفري تحسين مشاركة المرأة في الحياة السياسية هو الهدف من ورش العمل هذه التي تندرج ضمن مشروع النساء في السياسة والممول من قبل مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية فكيف يمكن برأي المشاركات تعزيز دخول المرأة إلى المجلس النيابي؟ نحن عم نشكل قوة ضغط بس مجتمعنا زكوري بامتياز يعني يلي راح يقر القوطة هن رجال هلأ موجودين بديك تكوني قوية وتنزلي على الساحة وتبرهني إنو لأ أنا هيدا حقي أنا مثلي مثلك أنا متساوي مثلك بالدستور ليه هلأ وقت القوطة ما راح تعطيني؟ بدأت تشتغل على حالة لحتى تبني إيماج لألة خاصة فيها لحتى الغير يأمن فيها ويوصق فيها لحتى توصل مهما تقربت من أحزاب إذا منا كبابل تحتى تاخد هيدا المنصب ما في حدا بيجي بنصبه بمحل بأعادة على مركز إذا هي منا كبابل تقعد فيه تؤكد جوال وهي عضو مؤسس في جمعية نساء رائدات إن الغاية من المشروع هي تعزيز الثقافة السياسية وإعداد حملة مناصرة للكوتا النسائية لكونها ممارا إلزاميا لضمان دخول المرأة اللبنانية إلى الندوة البرلمانية على أن تكون مرحلية بحسب قولها الرئيس بري بعد اجتمعنا معه قالنا أنه أنا بقدر أعادكم أنه لن يكون هناك أي قانون انتخابي جديد بدون الكوتا النسائية وطبعا وقتا نقول هيك أنا عم نحكي نسبة 30% اللي نحن عم نطالب فيها أقل شيء دور المرأة اللبنانية في الحياة السياسية خجول إن لم نقل مهمشا فالمجلس الحالي يضم أربع نساء فقط من أصل 128 نائبا ومنذ إنشاء لبنان حتى اليوم سبع نساء فقط تولوا مناصب وزارية فيما تولت عشر نساء مناصب نيابية هل الكوتا هو الحل الوحيد لإشراك المرأة بالعمل النيابي؟ مش الوحيد أكيد الكوتا جزء من الحلول الممكنة أو جزء من الآليات المطلوبة لتعزيز أو لتحفيز المرأة للمشاركة في العمل السياسي والكوتا بحد ذاتها في عدة احتمالاتها وفي عدة أشكال ممكن تكون كوتا مقاعد محجوزة ممكن تكون كوتا على مستوى الترشيح وبالتالي هذه التقنيات تذهب كلها في اتجاه أعطاء حوافز كافي للمرأة لتتمكن من الدخول إلى الحياة السياسية بشكل أفضل مما هو متاح حاليا عقبات كثيرة تعترض مسار هؤلاء النساء الطامحات وقد تكون العقبة الأولى هي تلك المتجذرة تربويا في منظومة القيم السائدة التي ترعى الأسرة اللبنانية وتحدد الأدوار لكل من الرجل والمرأة دراجا غفري لبرنامج اليوم على الحرة بيروت وفي عقاب الربيع العربي تم تأسيس المركز العربي للتنمية من قبل مجموعة من الخبراء العرب تحديدا في مجال الانتخابات والحكم الرشيد والشفافية وعمالة الشباب وحقوق الإنسان